مجز لأهم الأنباء أهلا بكم كشفت صحيفة أردنية عن تفاهمات تمت بين أطراف النزاع في اليمن المتحاورة برعاية الأمم المتحدة في كل من الأردن السعودية والسلطنة عمان قالت إنها تفتح أمالا جديدة نحو التوصل إلى سلام دائم في البلاد نقلت صحيفة الغد عن مصدر حكومي يمني أن عدم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة التي انتهت مطلح أكتوبر الماضي لا يعني انتهاء الحوار بين الأطراف اليمنية من أجل إيجاد حلول لما يتم التشاور بشأنه من عدة قضايا أهمها الاقتصادية والإنسانية والعسكرية والأمنية أعلنت ميليشيا الحوثي مقتل ستة من مسلحيها خلال معارك مع القوات الحكومية ذكرت وكلة سبا الخاضية للميليشيا أنه شيع في صنعاج ثمان ستة من المسلحين الحوثيين جميعهم ينتحلون رتب ضباط مشيرة إلى أنهم قتلوا في معارك بجبهة القتال وكانت ميليشيا الحوثي أقرت في شهر نوفمبر الماضي في إعلانات بثتها عبر وسائل إعلام تابعة لها بمقتل أكثر من ثمانين من مسلحيها غالبيتهم ينتحلون رتب ضباط أعلن الجيش تجدد المعارك العنيفة بين قواته وبين ميليشيا الحوثي شمالية تعز أضح المركز الإعلامي لمحور تعز أن المعارك اندلعت إثر محاولة تسلل لمسلح الميليشيا في جبهة الزنود شمالية المدينة وأشار إلى أن المواجهات استمرت أكثر من ساعتين تمكنت خلالها قوة الجيش مسنودة بالمقاومة من التصدي لمحاولة التسلل ما أسفر عن سقوط قتل وجرح الميليشيا كشفت لجنة حكومية زيادة عدد الملحقيات في الخارج بنسبة 100% بعد انقلب ميليشيا الحوثي اللجنة المكلفة بمراجعة شروط وحيثيات إنشاء الملحقية الفنية وقرارات التعيين وطلبات التمديد في السفارات بالخارج قالت إن بعض المعينين تجاوزت فترة عمالهم أكثر من 14 عام مشيرة إلى عدم وجود حاجة أو مهامة فعلية لهؤلاء الموظفين مما أضاف أعباء مالية على موارد الدولة حيث جرى تعيين ملحقين ومساعدهم بمسميات عدة منها ملحق تجاري وشؤون مغتربين وملحق صحي وأمن وشرطي خلافا للقانون أعلنت الأمم المتحدة أن تبويل عمليات الإغاثة في اليمن يواجه فجوة كبيرة تبلغ نسبتها 45% في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية الكبيرة للغاية رغم انخفاض مستوى الأعمال العدائية هذا العام قالت المتحدثة المساعدة باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ترامبلاي في مؤتمر صحفي أنه مع بقاء عدة أسابيع فقط على نهاية العام تظل خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة باليمن التي تتطلب أكثر من أربعة مليارات ممولة بنسبة خمسة وخمسين في المائة فقط نهاية المجاز إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر